اربع ساعات متواصلة تخيل كيف تتفرج اربع ساعات مش هتزهق مش ثانية مش هتزهق دقيقة فيلم جاستيس ليج عشرين واحد وعشرين نسخة زاك سنايدر الجديدة فتفرج على الفيديو للاخر عشان فيه حاجات مهمة ونصايح لو عايز تتفرج على الفيلم وتستمتع بيه اعمل اجد على لويك رولي قولي اللي ينور ما تقل اشتمي وفيه ما كده بتقدان في 2017 نزل فيلم جاستيس ليك وكان كل القراء بتقول ان هو فيلم جدا وما كانش حلو ومش هو ده اللي يمثل عالم دي سي والفيلم ده اصلا كان من افشل الافلام اللي نزلت مع انه تصرف عليه مبلغ ضخم ولو انت مش متابع عالم دي سي عزيز المشاهد فانت فيتك حاجات كتير هقولك على الافلام بس في اخر الفيديو اللي تروح تتفرج عليها اللي حصل بقى ان المخرج بتاع الفيلم ده في 2017 حصل له مأساة وهي ان بنته انتحرت وده خلا يوقف العمل وما قدرش يكمل وكان خلص 70% من العمل بس فالشركة المنتجة جابت جو سويدن عشان يكمل اللي زاك سنايدر عمله بعد ما وقف وجو سويدن ده اللي كان المخرج في فيلم افينجرز الجوز الاول جي بقى عمك جو سويدن قاعد يتحنيك ويحزف هنا ويحط هنا ويبدل هنا ويشيل مشاهد كانت اصلا تصورت من زاك سنايدر ويغير في القصة لحد ما طلع لنا حاجة بسم الله ما شاء الله يعني تقرف وبعدها بقى في 2018 طلعت حملات وهاشتاجات وعايزين نتفرج على النسخة الاصلية اللي كان زاك سنايدر المخرج الاصلي بيحاول يعملها لحد ما اشتغلوا عليها وفعلا طلعت لنا لحظة ما اللي انتو هتشوفوها في الفيلم لما تتفرجوا عليه اول الفيلم كان فيه لقطات من النسخة القديمة اللي قلتلكو عليها بتاعت زاك سنايدر بس يا جماعة المؤسرات الصوتية دي حوار انت لازم تسمع الجران تعالي الصوت للاخر لان انت هيفوتك كتير احسن حاجة بقى اللي هم عملوها ان هم دخلوا في القصة على طول من غير مط وحشو وعكو وعجن واي حاجات ملهاش لازمه ومع اول باتل في الفيلم وانا عرفت ان انا هتفرج على حاجة عظم وفيه فرق على فكرة بين النسختين عشان محدش بس يقول ان هما جابوا مشاهد وحطوا مشاهد كده وخلاص لا ايه حاجات كتير اتغيرت اصلا في القصة وطريقة الحكاية وكل حاجة لان فيه شخصيات اصلا انا مكنتش مثلا مهتم بيها بربع جنيه الشخصيات دي متحكاش عناها حاجة وكانت مهمشة زي سايبورج مثلا ان انت تتفرج عليه وبعد ما تعرف شخصيته لأ هيبقى ليه دور جامد في الفيلم وانت اصلا ممكن تبقى عاية تتفرج الفيلم ليه لوحده هو ده العامل الرئيسي لنجاح اي شخصية ان انت بتقدمها صح وما تخليهاش مهمشة انت مش هتخسر حاجة لما تحكي خصيتها بكل التفاصيل الناس عايزة تتفرج واللي مش عايزة يتفرج هيقدم الشوية دوله خلاص بس هم فعلا عملوه بطريقة صحة ومن غير كروتة مش زي النسخة القديمة وعدة شوية ووندر وومن ولو انت مش عارف مين ووندر وومن فاخر الفيديو انا هفاهمك كل حاجة ووندر وومن قبلت بروس و وقعدت تحكيله قصة دارك سايد وان هو في باتل قبل كده هجم بس المدافعين عن الارض اتحدوا انه صعب جدا يتكرر الاتحاد ده في اي عصر تاني فرد بروس وين وقال لها لازم اتحد وعلى فكرة بات هو اصلا العامل الاساسي ان هم اللي الفيلم كله اصلا يعني اتبنى عليه لان هو اللي خلاهم يتحدوا مع بعض بعد ما كان كل واحد اصلا مش جامعة سكة ان هو عايز يعمل اي حاجة بعدها فلاش فلاش هو العقل وحيد قبل ما يعرف اصلا رشأ في كل حالة واحلى تناسق في الاحداث من غير ذا وانا مش بقارن الفيلمين ببعض فانا هنسى الفيلم اللي فات خلاص واللي فات مات فانا اعتبر ان ده الفيلم الكامل وانا مشوفتش حاجة تاني مش عارف ليه كان بيجي في بالي ثانوس وانا بشوف ستيبن وولف مش عارف ليه معا وما تقريبا نفس السحنة ما علينا اما فلاش بقى في اول مشهد ظهر فيه هو كان اوفر شوية يعني بس المشهد كان لازيز يعني واصلا فلاش هو الوحيد اللي في الفيلم اللي بيكسر الجد وكان يعني كان لازيز في اغلب الاوقات واغلب الموقف اللي تح كده كل ده النص الاول من الفيلم بس فناخد فاصل وسوبرمان ما ظهرش اللي في اخر تلت ساعة انا مش عارف داعيب ولا ميزة بس سواء سوبرمان اللي هيب انا كان نفس السراح يطلع وقت اكتر بس انا راضي انا راضي وكده ميا ميا انا مش عايز اكتر من كده وفي لقطة في الاخر هي مش حرق بس انا لازم اقولها يعني الجوكر لما طلعه والحوار اللي كان مع باتمان ده كان حوار جامد ده مش حرق بس ما اعتبرش حرق وحرق شوية بس مش قوي هان وتجربتي للفيلم فانت اكيد فهمت اربع ساعات متواصلة ما زهقتش ولا دقيقة فبالنسبة للفيلم ده من افضل افلام الكوميك بوك ممكن مثلا طوب فايف اللي انا اتفرجت عليهم نصايح بقى عشان تتفرج على الفيلم ده وفعلا تستمتع به والتجربة تبقى بص ممتعة لأقصى درجة واحد ان انت لازم تروح تتفرج على الثلاث افلام دول الاول هتتفرج على فيلم منو في ستيل وهتتفرج على فيلم واندر رومن وفيلم باتمان في سوبرمان ثاني حاجة بقى وهي ان انت لازم تتفرج على شاشة كبيرة ينفعش تتفرج على شاشة الموبايل لان انت اربع ساعات اكيد هتزق واكيد هناك هتوجعك وانت بتتفرج على شاشة الموبايل كل ده وممكن تقول الفيلم الفيلم ممل او طويل ثالت حاجة والكواليتي مهمة جدا وانت بتتفرج ما تتفرجش على اقل من سبعة وعشرين اعرفت تتفرج على الف وتمانين فده هيبقى حلو جدا لان الكواليتي هتفرق معك جدا وبس كده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لان الموضوع ده بيفرق جدا وهو اللي بيخليني اطور في الفيديوهات الجاية ولو لسه متفرجتش على الفيلم فاقول لي اي حاجة في الكومنتات عادي بس كده اشوفكم في فيديو تاني من شات افلام سلام